السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري لبسا لكم تمنى دي ما أمركم تكون باخير والأخير ولقاكم هذا الفيديو في أحسن أحوال إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة تعجبتكم ما تنسونيش بالاشتراك تياركم وضغطوا على الجرس باش توصلوا إن شاء الله بكوا جديد الوصفات ومرحبا بيكم في القناة فبنسبة الفيديو دي اليوم إن شاء الله فكيف ماشتوا معي في العنوان فجاوا عندي ناس عزاز فغادي نقول لكم إن شاء الله في هذا الفيديو وشكل يجا عندي وكيفاش حضرت الطاولة دي القوتي وبنسبة الطاولة دي العشاف احتها هي صورت لكم شنو حضرت فيها ولكن ما شاركتش معكم الوصفة غادي نذكر لكم علاش فبنسبة الوصفات اللي حضرت للوجبة دي القوتي كيف ما كتشوفوا معي وصفات اللي هي بسيطة وسهلة ولكن كتجي لديدة بزف فغادي نشارك معكم في الأول الصور ديال هاد الاشياء اللي حضرت ومن بعد غادي ندوزو باش نحضر معكم في هادي الفيديو الكيك اليومي اللي حضرتو بالكاكاوف كيجي سهل وسريع وكيجي المدق دياله وغزال بسهب فبنسبة المكوينة دياله كيف ما شتوه هنا يربع ديال حبات ديالبيد صاشية ديال سكر فاني ودرت هنا يكاس ديال عنبة ديال سكر سنيدا اللي هي سكر حبيبت ففيك نخلط القل بالخلاط الكهربائي كيف ما كان ذكر لكم دائما هنحاولو انكم تديرو البيت يكون في درجة حرارة ديال المتبخ باش هكا كيطلع لكم بسرعة وما كتتعدموش معاهم مدة اطول صافي كتخليو هاد البيت مع سكر حتى كيضاعف الحجم ديالهم مباشرة كتضيفو عليهم كاس ديال عنبة ديال زيت المائدة وكتضيفوها شوية بشوية بحل كيف ما كان ذكر لكم بحل مليكتصوبوا المايونيز صافينا يا غتي نضيف كاس ديال الماء اللي تفيتو غير واحد شوية فكنت شاركت معاكم شحال هدي هات الطريقة ديال تحضير هاد الكيك غير هي الفرق بين هاد الكيك والكيك الاخر فهذا عبرت بالكاس اما الاخر فكنت كان ذير زلافة من كل حاجة صافينا يا غتي نضيف قبيصة ديال القهوة سريعة الدوابان وواحد الكاس ديال اليوغورت اللي كيكون طبيعي فتقدروا تعودوا اليوغورت طبيعي باي يوغورت بالنكهة انتم اللي كتبغيو صافي بالنسبة للكيميا ديال ديال الدقيق فانا غدي نضيف هنا يزيج ديال كيسان عمرين ديال ديال الدقيق وغدي نشوف لك احتج يتمازل انا ننضيف فغدي نضيف سوف يدرت قبيصة ديالملحة كيف ريال هاتha وغدي نضيف هنا يزيج ديال مع القكبار ديال الكاكاو وغدي نضيف عليهم الكاكاو والحلوحته وغدي نضيف جوش ديال مع القكبار كيعطي واحد لدة اللى هاتha رائعة بزاف بالنسبة لهذا الكيك اليومي سوف ينخلط بالخلاط يدوي كيفما تشوفوا معي و هناك كيفما تلاحظوا زيت نصف كاس ديال الدقيق فبالنسبة لدقيق انا سبق لي وغربلته وغادين نخلط الكل وضفت جوج ديال الساشيات ديال الخميرة حمرة سافي واخر حاجة غادين ضيفها اللي اذكرت لكم كي ننجح الكيك هو الخل ابيض ضروري ضيفه واحد معلقة صغيرة عمرة ديال الخل البيض سافي ومباشرة غادين خلط الكل واخديت هنا المول اللي دهنته مزيان بزفده ورشيته بالضقيق سافي وكان خوي الكيك ديالي فدائما حاولوا انكم ترفعوا اليد ديالكم الاعلى بش هكا كي يزيد كيدخل الهواء الكيك وكي ينجح معكم فبالنسبة لطالي درت المول اللي استعملت كيفما كتشوفوه هو شكل دياله مستطيل حجم ديالوره كبير كي يعطي الكيك كي يجي كبير بزاف فبنسبة لدية متر دياله فان شاء الله همني يمشي للمنزل فان شاء الله غادين عبروه لكم ونحطوه لكم في اول تعليق ديال هاد الفيديو سافي درت الكيك ديالي في الفراء اللي كي يكون بارد على درجة 180 غادين خليه حتى كي يطيبو نوريه لكم اما بالنسبة للقناش فانا اخذيته هنا اياكي فيما كتشوفو معي تقريبا واحد الكاس كبير ديال الكريمة السائلة اللي درتها في كوكوت عفوا مشي الكوكوت درتها في كاسرونا و مباشرة خليتها حتى غليت الديان وحيتها من فوق النار، وضفت هنا كيميه ديال الشكولات فبنسبة لكيميه ديال الشوكولات الأسود فكتبقى اللى حسب النوعية ديال الشوكولات الي بغيتو تديرو القناش ديالكم أو لها تسوس جي تقيلة، فكتكتروا من نسبة ديال الشكولات فتحاولوا انكم تقسم الكيمية فانا هنا سوف نحتفظ بها بهذه الطريقة لانها ملكة تبرد فهي تزيد تقطق بطرسها فبالنسبة لكيك بعدما خرشتو خليتو حتى برد البنات فضروري تخلو الكيك ديركم حتى يبرد وكتسقيو بواحد السيرولي درت هنا تقريب الكاس الصغير ديال الماء درت نص كاس ديال السكر ودرت واحد ملعقة صغيرة مع مراش ديال قهوة سريعة الدوابن ومن بعد خليتو فوق النار غلها واحد شوية ومباشرة خويتو كامل من فوق الكيك باش هكي تشرب لي هاد السيرو ويجيني فازق هاد الكيك ديالي ومباشرة بعدما برد هاداك الكلاساش كيف ما كتشوفو معايا كيجي لامع فانا انسيت ما اذكرت لكم فغادي تكون بنت لكم من اللي خلط في ذاك الشكلات حتى ذا فانا ضفت لي واحد معلقة صغيرة او اللا كتضيفو معلقة كبيرة ديال زيزو بتاع الحسب الكيميان باش هكي يعطي هادي كلها معانو فنفس الوقت ما كيقصحش لكم هاد الشكلات مالي كي يبرد فتلاجة صاف هنا كيف ما كتلاحظو غادين ديال الكيك ديالي فتلاجة وبعد ما برد فانا هنا يزينتو بالفيتين فتقدروا تزينو بالكوك او لا تزينو برقائق ديال اللوز اللي كتحمروهم شوية في المقيلة صاف وهدا هو الكيك بعدما قطعتو فكيجي شكل دياله غزال بزاف وان شاء الله غادلقون مكوينة دياله مكتوبين في صندوق الوصف صاف هنا بالنسبة الاشياء اللي حضرت او اللي صوبت صوبت الوجبة ديال الكوتي فصوبت اشياء اللي هي ساهلة كيف بذكرت لكم فاخدت هنا هاد البلاطويات فكونوا متأكدين اني منسيتكم فان شاء الله غادي نصور لكم طريقة اللي كنصوبوا بها البلاطويات اللي تقدروا تقدموا فيها بزاف ديال الحواج للطيوف ديالكم فغادي تشوفوا معي كيفاش كي يجوا في المناثر ديالهم وفي طاولة فكي يجي وراقيين وغزالين بزاف فانا فرشت لهم هادك زي الجلد لان انا ما زال ما شريتش هادك الورق اللي كي يدار في البلاطويات باشها كما يتوسخش لي هادك الجلد وجيني صعيب باش انا ننطفو صافي درت جلد اخر اللي قطعتو على القياس ديال هاد البلاطويات صافي وخديت هنا كيفما كتشوفوا معي خديت البيتزا الصغر اللي درت ان شاء الله غدي نشاركه معكم في فيديو خاص غدي نحطو لكم في القناة فهم هادو كلي كيش اللي درتهم بذيك الطريقة صافي بالنسبة لكيك فهنا ايا قطعتو وكان وضعو في هاد البلاطوي فحاولت انا اني نقطع واحد البابي اللي عندي كيفما كتشوفو فحاولت انا اني نقطعو باش هكا اي واحد بغيهز لان اني مشريتش هادو كل الكريتينات الصغر اللي كان قطعو وكان ديرهم تحت ملكيك صافي وكانت هاد هي الاشياء اللي حطيت في الوجبة ديال قوتي حطيت شوية ديال مربع وشوية ديال فرماج متلت وبصراحة خدينا هادو كمنزنقة ديال بتيبان وشنيك قلت زوجي يلي باش يجيبو وحطيت هاد المخمر بالطريقة ديال الملوي فكنت شاركته معكم في فيديو ممكن والبرح او لا شي تلت ايام هادي باش حطيت لكم هاد الفيديو ديال ديال هاد المخمرات فبصراحة كنت بغيت نحضر بزاف ديال الاشياء كنت بغيت ندير بلاطو اخر ليكون فيها ليكون فيه اللي تختلت صغر ليكونوا عمرين بجوج ديال ديال الكريم ويتزينو بالفواكه ولكن بصراحة كنت وجد هاد الكيك اللي لا من قبل ومنعستش هاديك اللي لا فكنتش شوية مرت هاديك اللي لا ولغد ليصفي قضيت بالاشياء كاملة اللي غادي تكون سهلة وسريعة وفي نفس الوقت كيف ما قد لكم انا انا حضرت الوجبة ديال قد تحت اياه غادي تشوفوها معايا غير لقطات لصورت لكم لان انا من اللي مرت فكيف ما كيعرفوا الاخواتي لبغيتي جوا عندك طياف وبغيتي تصوري فضروري تصور كياخد لكم بزاف ديال الوقت فليهذا ما صورتش ليكم قاعل وصفات فبنسبل وجبة ديال عشافها احطيت الطاويلة به هاد شكلك كيف ما كتشوفو معايا ودرت هنا ايه سلطة اللي درت فيها البطاطا مسلوقة درت فيها خيزوحتة ومسلوق درت القرعة الخضرة ودرت الباربة وبالنسبة لزين فانا زينت بالفرماج ديال صوندويتش وطوماتسوغيس ودهك الوسط درت فيها الروز والميس ووج البناء اللي سلقتها ودرت عليها الطون وشفية ديال الميونيس سوف وحطيت السلطة ديالي كيف ما كتشوفو معايا بطريقة لي هي بسيطة فكنت كيف ما قلت لكم بغيت نحضر بزاف ديال اشياء ولكن للأسف كيف ما اذكرت لكم صبحت مريضة وما نعزش اللي الكامل سوف هنا هي بالنسبة للطبق الثاني فحضرت هنا هي دجاج معمر فشرملته وعمرته بالطريقة لي كنت حضرت معاكم شي شهرده به هادي فان شاء الله تلقوا الرابط ديال الوصفة في صندوق الوصف وبالنسبة لطياب دياله فانا صفت الوصفة فران ديال الزنقة اه تما فينطب هنا هي حضرت واحد تحلية في الصباح ودبام لي اه قربة الوجبة ديال العشا فانا زينته فبالنسبة لها التحلية ان شاء الله غادي نقدمها لكم في فيديو خاص باش هكا تحضروها ان شاء الله لشهر رمضان غادي تنفعكم بزاف في السحور صاف هنا هي كيف ما كتشوفوا معا اه بنسبة لها دي فدرتها بالبودواغ ودرتها بالفلون ديال الكاراميل وزينتها بالشانتيه وشوية ديال ديال السوس ديال الكاراميل وغادي تشوفوا معا اه كيفاش زينتها في الاخر صاف هنا هي كيف ما قلت لكم قبل ما نحط العشا فانا زينتها باش هكا تكون عندي وجدة صاف حطيت هنا هي الطبق ديال 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 الفوكيه اللي كي تركتكم مشكلة كيف ما كتشوفوا اما بنسبة لتحلية فانا زينتها نايا في الفخنبوز وانا يبغيت نوريكم محطريف ديال هالتحلية كيفاش كيجي فكا تجي في علا لديدة بزاف وعجباتهم بزاف بزاف فكنتمنى انكم اه تقولوا لي الرأي ديالكم كيفاش جاتكم باش هكا نحط لكم ان شاء الله اللي نحط لكم الفيديو ديالها وكيف ما كتشوفوا معي القوام ديالها كيجي رائع بزاف فان شاء الله غادي نشاركها معكم في فيديو خاص باش هكا ما نطولش عليكم هاد الفيديو صاف بالنسبة لوجبة ديال عشا فكانت هي هدي وجبة لياتها هي سهلة وسريعة وبسيطة في نفس الوقت صاف وغادي نشارك معكم دباء الوجبة ديال ديال الفطور فهنا هي لغد ليه فحضرت وجبة ديال الفطور اللي حتى هي كان عندي كل شي تقريبا موجود فقط تخنت هاداك المخمر اللي بالطريقة ديال الملوي وحطيت هنا يزليفات اللي ادرت فيهم زيت بالديا والقون في تيور وادرت فيهم الاملو وشوية ديال الفرماج المثلت كيف ماشو معي صاف ونايا يدرت الشاي المغربي باشي تشحار وشوية ديال الحليب وكانت هديا لوجبة ديال الفطور وفطرنا ومشينا مباشرة لدين تفاس فانا صورت لكم لقضات من دين تفاس بس ان شاء الله غادي ندل لكم بزاف ديال الفلوغ ديال البلايس كاملين اللي مشينا لهم طفي كانت من الفيديو ديالي وما انه هنا الاعجاب ديالكم ما تنسونيش دائما بلايك ديالكم وتبرتجوه مع الاصدقاء ديالكم موسيقى موسيقى موسيقى